سيد مجتبة من تهران فردت العقوبات الاقتصادية على ايران منذ تسعة وسبعين منذ الثورة يعني منذ رحيل الشاه اربعون عاما وايران تعيش تحت العقوبات الى اي مدى تعاملت معها ايران نجحت في التعامل معها بسم الله الرحمن الرحيم كما اشرت اضلتك يعني عقوبات يمضي عليها اربعة اقود وايران متعابد مع هذا الاقوبات ويبحث الطرق الالتفاف على هذا الحظر الظالم عليها وكما طرق مختلفة مع الجيران مع دول العظمى مع الدول الاوروبية ودول المنطقة وطبعا يعني بعد مرور اربعين عام ايران تريد ان تخرج او تقلل عثار هذا الاقوبات وهذا الحظر الاقتصادي عليها بشكل جيد كثير من الاشخاص الذين ييشون في الخارج او يأتون الى ايران اذا يمروا في الشوارع الايرانية ويسكنون في الفنادق يقولون هذا الحظر ليس موجودا بعيوننا في داخل الايران ولا نحسوا بأي شيء ان كل شيء موجود من الخبز والحيش واللحم وكل هذا الاشياء اعتقد ان هذا الحظر اكثرت بلا جدوى ضد ايران و هذا الاسرار من اطراف اوروبية والامريكا لتزايد في هذا الحظر اعتقد انه ليس لحل المنطقى هم يبحثون له اشتركوا في القناة